في هذا الفيديو ستكتشف رابطاً خفياً يهمله معظم الناس هو السبب الحقيقي وراء ما تشعر به اليوم من آلام وأمراض السلام عليكم مغاشرةً وبدون مقدمات ستتعرف في هذا الفيديو على سبب كل أمراضك وما هو علاجها المباشر تابع معي كلمة كلمة وخطوة خطوة لا تعالج النتائج فقط ولا الأعراض عالج سبب وجذر المشكلة وعندها ستكون أنت وأجهزتك ومنعتك وصحتك بخير عندما لا يعمل الجهاز المناعي في أمعائك بشكل سليم تكون النتائج سيئة على صحتك وجود جراثيم ضارة في الأمعاء يؤدي إلى إنتاج سموم وهذه السموم تسبب التهابات في الجسم هذه الالتهابات تعيق عمل هرمون الإنسولين وتصاب بمقامة الإنسولين البنكرياس يبدأ بإنتاج كميات أكبر من الإنسولين خمسة أضعاف وعشرة أضعاف وحياناً عشرين ضعف هنا يزداد وزنك وتدخل في مشكلة السمنة وزيادة الوزن والبدانة أنت تستطيع من خلال طعامك أن تتحكم بجراثيم أمعائك وأن تتحكم أيضاً بالطعام الذي تتغذى عليه هذه الجراثيم خلال العقود والسنوات الماضية تغير كل شيء في هذا العالم الذي نعيش فيه وتغير نظام تغذيتنا بشكل كبير السكريات دخلت بشكل كبير إلى طعامنا واختلطت معها الدهون الضارة خاصة السكر الأبيض المكرر والزيوت النباتية السائلة والمهدرجة المصنعة وتمت إزالة الألياف من الطعام قبل تعليبه وأضيفة المواد الحافظة إلى المعلبات وهنا بدأت المشاكل والأمراض جراثيم الأمعاء تلعب دور أساسي في معظم مشاكلك الصحية وأمراضك لها دور رئيسي في زيادة الوزن والسمنة والبدانة ومقاومة الإنسولين وأمراض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأمراض الجلدية وحب الشباب ومشاكل الإنجاب ومرض الألزهايمر وأيضاً الحساسي والربو لها دور أساسي في أمراض المناعة الذاتية والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى أي مرض يمكن أن تصاب به هو مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأمعائك وجهازك الهضمي الجراثيم والبكترية الضارة في أمعائك تلعب دور سلبي وسيء في طاقتك وفي مزاجك بسببها ستظهر عليك علامات التعب والقلق وتبدأ بالأمراض الظهور وتبدأ أيضاً علامات الشيخوخة المبكرة هل تعلم أن هناك رابط وثيق بين الشيخوخة ونقص البكترية النافعة في الأمعاء؟ أفضل ما يمكنك القيام به هو الحفاظ على صحة الجراثيم المفيدة في أمعائك وبهذا تحافظ على صحة جيدة وبشرة صحية وقلب سليم ومفاصل وأجهزة تعمل بكفاءة ولمدة طويلة أمعائك تؤثر على كل ما يتعلق الجهازك المناعي ودماغك مرتبط عصبياً بجهازك الهضمي هل تعلم ما هي الأخطاء التي تسبب خللاً بتوازن أمعائك وبالتالي تعرضك لأمراض عديدة؟ يجب أن تعرف هذه الأخطاء وتحاول الاتعاد عنها وبهذا تقلل فرص تعرضك للالتهابات وتصلح أمعائك وتحافظ على المايكرو بايوم فيها أمعائك مرتبطة بمناعتك ارتباط وثيق جداً عندما تتناول طعامك يتجه الطعام إلى معلتك ومعائك ومع الطعام تتجه أيضاً البكتيريا إلى الأمعاء وعندما تعاني من أمراض أو مشاكل صحية قد تعتقد أن أمعائك لا علاقة لها بما تعانيه لأنك فعلاً لا تشكو من أعراض هضمية واضحة قد تعاني من قولون عصبي أو حساسي أو ربو أو حب شباب أو أمراض قلب أو توتر أو التهاب مفاصل وحتى أمراض سرطانية ولن يخطر ببالك أبداً أن هذه الأمراض مرتبطة ارتباط وثيق لأمعائك لكن عندما تريد أن تشفى من المرض عليك أن تصلح الخلال وتعالج المشكلة الأساسية من جذورها تذكر جيداً أن المشكلة الأساسية هي أمعائك عليك أن تعالج الأمعاء وعندها ستشفى وسيتحسن كل شيء إذا أردت أن تكون منعتك قوية وأن يعمل جهازك المناعي بمستوى عالي وإذا أردت أن تنظيف جسمك من السموم وعمل ديتوكس للكبد والكلا والدم وكل أعضاء الجسم وإذا أردت أن يكون قلبك وشرعينك بصحة جيدة وإذا أردت أن يكون جهازك العصبي ودماغك بصحة جيدة بعيدة عن القلق والتوتر ومرض الزهايمر وأمراض أخرى فعليك بتناول الطعام الصحي واتباع النمط حياة صحي ونظام تغذية صحي وسليم بعيدا عن السكر الأبيض المكرر والزيوت النباتي السائلي والمهدرجة وبعيدا عن الجلوتين والمعلبات والأطعمة الجاهزة بهذه الطريقة تعمل أمعاءك بشكل صحيح بعيدا عن اضطرابات الأمعاء ومشاكل الحرقة والحموضة والارتجاع وغيرها من المشاكل الصحية هناك فكرة مهمة يجب أن تعرفها بغض النظر عن نوعية الطعام الذي تتناوله فوجود بكتيريا ضارة في أمعائك يؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن عندما تعاني من السمنة والبدانة تكون البكتيريا النافعة موجودة بكميات قليلة جدا وتكون نسبة الدهون بجسمك مرتفعة ويرتفع الكوليسترول الضار LDL وتتعرض لالتهابات متكررة وأحيانا لالتهابات مزمنة أما الأشخاص الذين يمتلكون أمعاء سليمة فتكون البكتيريا النافعة لديهم موجودة بكميات كبيرة وهذا يجعل صحتهم أفضل ومنعتهم قوية ويكونون أبعد ما يكون عن الأمراض يجب أن ننتبه إلى أن الشخص الذي لديه بكتيريا نافعة ولكن بكميات قليلة هو شخص جاهز لكسب الوزن والسمنة ومع مرور الوقت يكون متجها نحو السمنة والأمراض المزمنة هذا الشخص يجب أن يعمل على تنشيط وتكاثر البكتيريا النافعة في أمعائه وهنا أمر هام جدا يجب أن تعرفه ما ذكرته لا يتعلق فقط بما تتناوله أنت من طعام بل يتعلق أيضا بما تأكله البكتيريا الموجودة بأمعائك وماذا تنتج هذه البكتيريا طيب كيف يمكن أن تغذي البكتيريا النافعة بأمعائك وما هو الطعام الذي تحب هذه البكتيريا أن تتناوله البكتيريا النافعة تحب الطعام الطازج والطعام الغني بالمغذيات والغني بالألياف والغني بالبريبايوتيك وأيضا الطعام الغني بالبوليفينولات المقابل الجراثيم الضارة بالأمعاء تنمو وتتكاثر وتسبب ارتشاح أمعاء وتسرب أمعاء وهذا يؤدي إلى إنتاج سموم والالتهابات والحساسية وبالتالي هدوث أمراض ومشاكل صحية متعددة عندما يكون لديك التهاب ناتج عن البكتيريا الضارة بأمعائك فإن الإنسولين لا يعمل بشكل جيد وتزداد شهيتك لتتناول الطعام فتأكل أكثر ويتعطى الهرمون الشبع لديك يزداد وزنك وتتراكم الدهون ويوم بعد يوم يزداد حجم الدهون وتصاب بمقامة الإنسولين أصلح بكتيريا أمعائك وتخلص من البكتيريا الضارة واستبدلها بالبكتيريا النافعة بهذه الطريقة ستتخلص من الشراها بتناول الطعام وستقل شهيتك وستفقد وزنك الزائد وستتخلص من كل أمراضك المكروبيوم لديك يمكن أن يتغير بحسب ما تتناوله من طعام ما تأكله يؤثر في مزاجك ومشاعرك ومشاكلك الصحية المختلفة توازن بماغك مرتبط بتوازن أمعائك وبإمكانك أن تتخلص من الاكتئاب من خلال علاج المشكلة الأساسية وهي البكتيريا الضارة في أمعائك عدد كبير من مرضى الاكتئاب والقلق والتوحد والعديد من الأمراض النفسية تم علاجهم من خلال علاج الأمعاء والتخلص من البكتيريا الضارة قد لا تعرف بأن البكتيريا النافعة في الأمعاء تحب الأطيمة الغنية بالبوليفينولات وزيت الزيتون والشاي الأخضر والرمان وجود البروبايوتيك أو البكتيريا النافعة يجعلك أكثر راحة وسعادة وهدوء وبصحة جيدة بعيدا عن القلق والاكتئاب والأمراض بكل ما تعنيه الكلمة صحتك النفسية والعقلية والجسدية مرتبطة ارتباط وثيق لصحة أمعائك منذ عشرات ومئات السنين أمراض المناعة الذاتية لم تكن موجودة ولا الأمراض القلبي ولا السرطانات وبالتأكيد سنموت في يومنا وساعتنا والموت حق لكن هذه الأمراض بالشكل الذي نراه اليوم لم تكن موجودة نمط الحياة الذي يتبعه معظم الناس اليوم والطريقة الفوضوية بعلاج الأمراض مثل تناول المضادات الحيوية بدون داعي إضافة إلى نظام التغذي الخاطئ وغير الصحي كل ذلك يؤدي إلى تدمير المايكروبيوم في الأمعاء هل تعلم أين يكمن الخطر الحقيقي؟ في نظامك الغذائي السيء معظم الأطعم اليوم تحتوي على محليات إيميائية وسكريات ومواد مضافة كلها تدمر المايكروبيوم الطعام الغني بالسكر والنشويات يسبب نمو البكتيريا الضارة وقتل البكتيريا النافعة كما تحب أنت الطعام غير الصحي تحبه البكتيريا الضارة أيضا البكتيريا الضارة تحب الشيبس والشوكولة والبيتيفور والحلويات والمقالي وعندما تتناول هذه الأطعم فإنها تتغذى عليها وتنتج سموم وتخرب الأمعاء فتبدأ الأمراض بالظهور تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية أمر سيء جدا لأنها تقتل الجراثيم المفيدة وجود الطفيليات والديدان بالجهاز الهضمي مشكلة أساسية وتحتاج إلى علاج تناول أطعمة ملوثة بسموم بيئية مثل الزئبق والرصاص وبقايا المبيدات الحشرية يؤدي إلى مشاكل هضمية وأمراض التفكير السلبي والقلق والاكتئاب يغذي البكتيريا الضارة ويقتل البكتيريا النافعة ويسبب ارتشاح وتسرب أمعاء لذلك يرفع مناعتك وتحسين صحة أمعاءك عالج الجهاز الهضمي تخلص من الطفيليات والجراثيم الضارة لا تتناول أدوية أو مضادات حيوية إلا بوصفة طبية تتناول بروبيوتك والأغذية الغنية به اتبع نظام غذاء صحي يعتمد على الخضروات والفواكه والمكسرات والبذور ناول الهليون والخرشوف والمخللات وخاصة مخلل الملفوف استخدم زيت الزيتون والدهون الصحي وأوميجا ثري والزينك واتبع نمط حياة صحي نوم مبكر واستيقاض مبكر المشي نصف ساعة يوميا شرب من 8 إلى 10 أكواب ماء يوميا تمرين التنفس شهيق عميق وزفير طويب 5 دقائق يوميا يجب الابتعاد عن الكحول والتدخين والسكر والحلويات والزيوت النباتي السائلي والمهدرجة والمعلبات والمشروبات الغازية والأطيم الجاهزة أحبائي شكرا لكل متابع يدعم قناتي بميزة شكرا ولكل من اشترك بقناتي ثم انضم من خلال ميزة الانضمام وأصبح شريك دائم فيها وداعم لها سيكون هناك بيديوهات خاصة للأعضاء فيها إجابات على تساؤلاتهم واستفساراتهم أرجو أن أكون قد وفق في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المديد شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغداد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر تتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعم الفائد والخير عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته